موسيقى الضغوط الغربية مستمرة على السوريا وروسيا في نيويورك وجينيف بهدف عدم حسم الوضع في حلب وتحرير المدينة من أيدي التنظيمات الإرهابية المبعوث الدولي استفان ديمستورا كرر عرض تسليم شرقي حلب إلى المجموعات المسلحة المعتدلة وتزويد المنطقة بالمؤن بعد إخراج جبهة النصرة ومسلحين راغبين بكرامة مع ترك السيادة السورية لوقت لاحق وزير خارجية كندا وجه تهديدا رغم مبادرة وقف القتال والطلعات الجوية الروسية والسورية من طرف واحد لكن مندوبة روسيا استهجن المواقف المواربة وقرأ لمندوبة الولايات المتحدة اعترافا لنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده دعمت كل من يريد إسقاط النظام السوري ومن ضمنهم القاعدة وداعش والنصرة مندوبة السورية شرح كيف تحتجز المجموعات المسلحة في شرقي حلب المدنيين وكيف أعدمت أمس أربعة عشر مدنيا يريدون العودة إلى كنف الدولة مستغربا مشاركة دول في رعاية الدعوة إلى الجلسة فهل يعقل أن تكون إسرائيل التي تحتل الجولان السوري منذ أكثر من خمسين عاما والتي تقوم منذ ما يزيد على الأربع سنوات بتقديم كافة أشكال الدعم لجبهة النصرة في منطقة فصل القوات هل يعقل أن تكون إسرائيل هذه حريصة على الشعب السوري؟ وانفضى الاجتماع الاستثنائي من دون تبني أي مواقف محددة فالتنظيمات المسلحة في حلب أحرجت بعنادها الكثير من الأطراف الدول المنظمة لهذا الاجتماع تعتبر أن مجلس الأمن الدولي فشل في حل الأزمة السورية بسبب البيتو الروسي وهي ترمي إلى جعل الحالة في سوريا بند دائما على جدول أعمال جمعية العامة وسوة بالقضية الفلسطينية نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين